اهلا بكم بداية عفوا بداية تلقى امس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من اخيها سيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة تترق فيها الى العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والموريتاني في ملف رئاسيات السابع سبتمبر استقبلت المحكمة الدستورية خمسة طعون تقدم بها راغبون في الترشح من بين 13 رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث تواصل افواج العمل بالمحكمة الدستورية دراسة كل الملفات المودعة لديها للتحقق منها ودراسة استمارات الاكتتاب والتدقيق فيها في أجر أقصاه سبعة أيام قبل الإعلان رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة دوليا أدانت حكومة الجمهورية العربية السحروية بأشد عبارات تنديد موقف الحكومة الفرنسية الذي يشكل تصعيدا خطيرا ستكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار ويؤكد موقف فرنسا العدائي تجاه الشعب الصحراوي وحقه الثابت في الحرية والاستقلال وتقرير المصير من جهة أخرى سنكر رئيس اللجنة العربية لتضامن مع الشعب الصحراوي محمود الصالح موقف فرنسا المنحاز لأطروحة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية داعيا إلى الإسراع في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة كما أكدت أمس حركات تضامنية إسبانية وبريطانية لدعم الشعب الصحراوي من جهتها أن موقف الحكومة الفرنسية الجديد من الصحراء الغربية يعد انتهاكا صارخا لشرعية الدولية محذرين من أنه سيقوض جهود الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد ثلاثة فلسطينيين ووصيب آخرون معظمهم من النساء والأطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في حي الصبر جنوب مدينة غزة فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من خان يونس التي ارتقى بها أمس أزيد من ثلاثين فلسطينيا الغارات الصهيونية استهدفت كذلك مخيمين نصيرات والبريج وسط قطع غزة أتسببت في موجات نزوح حيث بات جموع الفلسطينيين يصلون الليلة بالنهار في مسيرهم القصري نحو المبهمين والمجهولة في فينزولا أعيد انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لعهدة رئاسية ثالثة بعد تحصوله على واحد وخمسين فاصل عشرين بالمئة من أصوات الناخبين من بين عشرة مترشحين حسب النتائج الأولية التي أعلنها المجلس الوطني الانتخابي فيما تحصل ديبلوماسيا المعارض أد موندو جونزاليس أوريتيا على المرتبة الثانية بنسبة أربعة وأربعين من المئة في الرياضة وضمن منافسات الألعاب الأولمبية تجري منافسات اليوم الثالث بمشاركة الرياضيين الجزائريين في اختصاصات كرة الريشة الملاكمة المبارزة تنس طاولة وشرع هذا وتمكن رياضية سيد علي بودينا أمس من التألق في الأدوار التصفوية ضمن منافسات التجديف رفقة نهاد بن شادلي التي تشارك لأول مرة في هذه الرياضة التي أصبحت من الرياضات التي تستقطب أكبر فرق هذا الاختصاص من حيث المشاركة والمنافسة وبعد اجتيازها دور التمهدي المؤهل للمسابقة العامة الفردية وتركها انطباعات جيدة أمس بقاعة باريس تتأهب أمل الجونباز الجزائري كيريا نمور إلى منافسة عمال لقة الاختصاص من الولايات المتحدة الأمريكية الصين البرازيل وإيطاليا ختام الموجز شكرا لكم على المتابعة وديليك لمياء وتتمت برنامج هذا الصباح شكرا لك جويد أيضا مشاهدين أهلا بكم في ساعة الثالثة من عمر البرنامج ولا زال الحديد دائما في الشقة التحسيسي والتوعب والحملات التحسيسية للوقاية المترجم للقناة